أعبد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المسلين على أشراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القرم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغنالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يؤمنون وسباء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن من الغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناهم في إمام مبين فضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل الرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا مثالة فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إلا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم مننا عذاب أليم قالوا يغائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم سركمون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه تجعرون أأتخذ من دونه آله إن يردني الرحمن بذر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقض غضون إني إذا لفي ظلال مبين إني آنت بربكم فاسمعون قيل ذهن الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيحة واحدة فإذا هم خاهدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزمون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون ألنهم إليهم لا يرجعون وإن كل مما ججع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يألون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنابهم وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تتمت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فيها هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كك رجول القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من نثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا لهم من قضون إلا رحمتكم مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معبضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمموا أن تعلم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في غلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سوحة واحدة تأخذهم وهم يخصون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهمهم يرجعون ونفخت الشرون فإذا هم من الأجلاس إلى ربهم ينصمون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المسلون إن كانت إلا سوحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متككون لهم فيها فاكهة ولدن ما يدعون سلام قطلب من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألن أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عجل مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهج جنم التي كنتم تعقلون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسمون وللن شاء لطمسنا على أعجلهم فاستبقوا الشراط فأنا يبصرون وللن شاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيعا ولا يوجعون ومن أن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القرآن الكافرين أبلن يرى أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ألعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من ينذروا لله آلمة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نشرهم وظلهم جمود محضرون فلا يحزنك قومهم إننا لعلم ما يسمون وما يؤلمون أولا يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفتنا فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال لن يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا أنتم منه توقضون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده من قوت كل شيء وإليه كن جعون ترجمة نانسي قنقر